خلينا أخذك بقى الاستعلالات الأندية يومين كان الناد زمالك بمدد عقده مع كارترون يعني رائع في التمديد العقد ده بص طبعا دي حاجة كويسة لاني بص رغم ان انا مختلف مع كارترون كتير جدا ماذا انت هو كتردة ايه؟ انت هو كتردة اه لا بص ده عادي ده عادي ده عادي من هو في الاهلي اه ده ده شي طبيعي اشتحب طريقة لعبه؟ اه او طريقة اي مدرب معا اللعيبة اللي موجودة في لعيبة الثانية الزمالك ينجح اللي يقدر يوظف صح هو ما شاء الله معا لعيبة امكانات عالية لعيبة كويسة ادروا انهم يلموا نفسهم في الفترة الأخيرة بقى عندهم روح ابتدت تبقى فيه فيه التزام منهم وابتدوا يعني يعارف بقى عندهم روح جوه الملعب فالنتائج ظهرت لي بس هي دي القصة يعني انا معايا اللعيبة ديت ومش مقدرش اخد بطولة مثلا او ادرش ان انا اخد انافس ده تبقى صعب جدا اما هو كناحية استكرار ده حاجة كويسة جدا انتو حسب المجلس الدارة وده تقريبا اول مرة مدرب اجنب ييجي ويتجدد في الزمالك يعني انا باشكر مجلس الدارة انه ما دقد الفرصة دي يعني ده الراجل ده محسوس ده دخل التاريخ اما عشان راجل برضو اخد بطولتين ده هو دخل التاريخ ده اول مدرب ييجي في عادل مستشان مرتضى ويتجدد له اشتركوا في القناة